قبل البداية ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك اخر الاخبار اليكم مشاهدين اهم عنوان اخبار اليوم شيبا نعلم ان المنتخب المالي قوي لذلك نحن على اتم الاستعداد وهناك تركيز كبير للوصول الى نهائي المنافسة عجل رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدام فوز القجعة يفاجئ المنتخب المغربي بالجزائر لهذا السبب رفضت منتخبات قوية مواجهة المغرب قبل لقاء جنوب افريقيا والان الى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون اول واحد كتوصل بجديد اخبار شيبا نعلم ان المنتخب المالي قوي لذلك نحن على اتم الاستعداد وهناك تركيز كبير للوصول الى نهائي المنافسة صراحة سعيد شيبا مدرب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة ان لاعبه على اتم الاستعداد لمواجهة المنتخب المالي يوم غدين الاحد مؤكدا ان الهدف الحالي هو الوصول لنهائي كأس امم افريقيا للفتيان وقال شيبا في الندوة الصعفية التي عقدت اليوم الاستعدادات تمر في ظروف جيدة المجموعة في وضع جيد من الناحية البدنية ونفسيا هناك اريحية بعد تأهل الكأس العالم لكن هناك تركيز كبير على مباراة نصف نهائي نظرا لطموح المجموعة الذي اصبح اكبر واضف الهدف الاسمى كان هو الترشح لكأس العالم لكن حاليا هو الوصول للمباراة النهائية وقد اخذنا بعين الاعتبار المنافس لانه منتخب قوي وتابع لم نغير من طريقة لعبنا وسنعطى الاحترام من الناحية التكتيكية للخصم وسنحاول استغلال فترتنا الجيدة مع الخصم وعلى هذا الاساس المجموعة متجندة للمباراة حيث اصبحنا فريق عمل وهدفنا الفوز على مالي علما انه منتخب محترم ومن بين احسن المنتخبات واضف كان من الواجب ارجع اللاعبين لروح المنافس بعد التأهل وفترة الاحتفالات كانت واجزة علما اننا تلقينا الدعم من كل شرائح المجتمع العائلات ومن الوسط الرياضي وايضا من رئيس الجامعة فوز القجع والناخب الوطني وليدر جراجي واردف المتحدث نفسها المنافسة على المستوى الافريقي كانت صعبة في السنوات الماضية واللاعبون هم الحلقة الاقوى في هذا الانجاز ونحن جد سعداء لانهم ابانوا عن نوجين كبير رغم صغر سنهم والتأهل الى النهائي سيكون بفضلهم ان شاء الله واتمشي بحديثها اللاعبون يعرفون جيدا الخصم لاننا لعبنا معه وديتين قبل اشهر من بداية المنافسة ومن ناحية الحلول نحن ملزمين باجاد الطريقة للوصول لمرمى المنتخب المالي عاجل رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجاعة يفاجئ لاعب المنتخب المغربي بالجزائر بهذه الخطوة الكبيرة تلقى لاعب المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة خبرا مفرحا بعد وصولهم لنصف نهائي كأس أمم أفريقي للنشئين المقام بالجزائر حاليا وتعاهدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتخصص منحة للاعب المنتخب المغربي عقب تجاوزهم للمنتخب الجزائرية في دور ربع نهائي كأس أمم أفريقية لأقل من 17 سنة وحصد بطاقة التأهل إلى كأس العالم للنشئين وجاء قرار الجامعة كمكافأة للأشبال عقب إنجازهم المميز وكهطوة تحفيزية لللاعب لمواصلة المشوار القاري والاشتغال بجهد المضاعف المربعي الذهبي للمسابقة القارية وضمينت كتيبة سعيد شيب ارتفاع منحة المسابقة بوصولهم لدور النسف حسب السلم المخصص من الاتحاد الأفريقي كاف للمنتخبات المشاركة في هذا الكأس وبتجاوزه للمنتخب الجزائري بثلاتية نظيفة سيواجه منتخب أشبال الأطلس المنتخب المالي في دور النسف فيما سيجمع النسف الثاني بين السنغال وبوركنافاسو لهذا السبب رفضت منتخبات قوية مواجهة المغرب قبل لقاء جنوب إفريقيا يواجه المنتخب المغربي نظره منتخب رأس الأخضر في الثاني عشر من يونيو المقبل على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولي عبدالله في الرباط استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا في السابع عشر منها ضمن الجولة الخامسة من التصفية الإفريقية المؤهلة إلى نهائية كأس أمم إفريقيا المقرر إذ قامتها مطلع العام المقبل في السحي للعاج وضطر الاتحاد المغربي لكرة القدم إلى الاستقرار على منتخب رأس الأخضر طرف للمباراة الإعدادية التي سيخذها منتخب أصود الأطلس من أجل الوقوف على مدى جهوزيته لمواجهة منتخب بفان بفان على مرعب السكر سيتي في جوانسبورغ عن المجموعة الحديئة عشر من التصفية الإفريقية وفي الوقت الذي كان فيه وليد راقراجي مدرب منتخب المغرب ينتظر مواجهة أحد المنتخبات القوية في القارة الإفريقية من أجل الوقوف على مدى جهوزية اللاعبين للمنافسة على لقب كأس أمم إفريقيا تعذر عليه ذلك نظر الاتزامن الموعد الذي حدده الاتحاد المغربي لوذية كاتبة أصود الأطلس مع خوض المنتخبات القوية مباريتها ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس إفريقيا في الساحل العاشة 2024 وكشف مصدر مقارب من الجهاز التدريبي للمنتخب المغربي أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بدلت جهودا كبيرة من أجل محاولة تنظيم مباراة ودية ضد أحد المنتخبات القوية كالسينيغال أو مصر أو الكاميرون إلا أن طلبه لم يلقى استجابة منها وتبعدت المصدر حسب موقع العربي الجديد أن معظم المنتخبات الإفريقية المصنفة ضمن الأوائي القاري رفضت مواجهة المنتخب المغربي في فترة التوقف الدولي نظرا لرغبتها كذلك في خوض مباريات ودية ضد منتخبات من الصنف الثاني أو الثالث حتى تتمكن من تحسين ترتيبها في تصنيف العالمية الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم في فا شهريا فيرونتين يحدد سعر نجمه المغربي أمر بط أكدت مصادر إعلامي إسبانيا أن نادي فيرونتين الإيطالي حدد بالفعل السعر النهائي لتفرط في نجمه المغربي صفيا أمر بط أمام الراغبين في ضم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذكرت صحيفة موندو دي بورتيفو المعروف أن إدارة الفئولا برئاسة المالك الأمريكي روكو ميسيو قررت تحديد مبلغ خمسين مليون يورو لأي فريق ينوي تقدم لصفقة دم أمر بط المطلوب من أكثر من فريق أوروبي كبير ويصعى فيرونتين إلى بيع اللاعب في ظل عزمه على مغادرة صفوف الفريق الموسم المقبل لا سيما مع توتر علاقته بالجهاز الفني والمسؤولين في النادي اترفش لعملية انتقاله إلى برشلون الإسباني خلال فترة الملكات الشتوى الأخير وينتهي عقد أمر رابط مع فيرونتين في صيف عام 2024 مما يجعل النادي الإيطالي منفتحا بقوة على فكرة باعه الصيف المقبل خلشية رحيله مجانا بعد عام وحاول برشلون التعاقد مع أمر رابط خلال نفيدة الانتقالة الشتوى الماضية لكن إدارة فيرونتين رفضت التفريط في النجم المغرب بنظام الأعارة وبسبب قواعد اللاعب المالي النظيف لم يتمكن البرس من حسم الشراء النهائي لبطاقة اللاعب حسب ما أجمعت عليه تقارير صعفية وإحدى أمر رابط إلى جانب النادي الكتالوني باهتمام كبير من تلكو مادريد وليفيربول غير أن النجم المغربي عبر عن رغبته في تقامس ألوان البلوغرانة في مناسبة سابقة كما أن المدرب تشافي هرنانديز يرى فيها المقاومة اللازمة ليكون البديل المثالي للأسطورة السيرخيو باسكتش الذي أعلن رحيله عن النادي رسميا نهاية الموسم الحالية وبرز أمر رابط كأحد أبرز العناصر في تشكلة منتخب المغرب في مونديا القطر 2022 حيث ساعد أصود الأطلس في بلوغ المربعي الذهبية في إنجاز تاريخي غير مسبوق عربيا وإفريقيا إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم شيبا نعلم أن المنتخب المالي قوي لذلك نحن على أتم الاستعداد وهناك تركيز كبير للوصول إلى نهائي المنافسة عجل رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدام فوز القجعة يفاجئ المنتخب المغربي بالجزائر لهذا السبب رفضت منتخبات قوية مواجهة المغرب قبل لقاء جنوب إفريقيا شكرا